ما عندناش غراض في الإسلام باللفظ اللي غادي تحطنته باش تسمي ديك المؤسسة الإسلام كي يقولك سميه اللي غادي تسميه سميه أسره سميه إله سميه آل سميه أهل سميه عشيرة شغلك هاداك أنا قوي أعطيني المنهاجي اللي غادي عليا ديك المؤسسة وإلا ملك أن أخدو غير الأسرة كلمة أسرة فامي فاميلي هادي أراه خرج باش تعرفون الاختراق ديال هاد قوى الشر في نوصله أراه دخلوا حتى للفاتيكا لمؤسسة البابا ويد النصارى الكاتوليك وتم الضغط على البابا هاد اسميتوه اللي كين دابا بنيديكت هاد بنيديكتوس اللي كين عنا دابا ضغطوا عليه درجة أنه هادي تقربا شي شهرين لما قانا ولا تلتشور خرجوا كي يقول لك أنه هم كيقولوا الشوال كيقولوا المثليين وهذا لعب في المصطلحة قل لك الشواذ وما اسمهم المثليين اسمهم اللي مغي يسميهم قل لك الشواذ أيضا هم عيال الله ولا هم الحق في تكوين أسره هل فاتيكا نعم باش نعرفوا ريوسنا الملكة نقول رأى الصهل اللي جاي رأى مشيدي التفليا ارتفعت أصوات عندك هنا نعم مسيدي في المملكة المغربية الشريفة ارتفعت أصوات تنادي بتقنين ما يسمى زورا بالعلاقات الرضائية واقصدون بذلك علاقات زينة وارتفعت أصوات تريد إلغاء الفصل القانوني الذي يجرم الخيانة الزوجية لا سيدي ما شي خيانة زوجية المرأة تريد تريد ذلك ما يريد والراجل يريد ذلك ما يريد وارتفعت أصوات تنادي بإلغاء هذا الفصل 490 نضع ليه الصدع الذي يجرم علاقات الزينة قال لك سيدي مخصص تبقى جريمة وارتفعت أصوات تجد تقريبا كثير من عشر سنين قال لك هذا الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلاني بغير عذر قال لك هذا خصويت تلغى وارتفعت أصوات مؤخرا تنادي بحفظ حقوق ما يسمونه هما بالمثليين الجنسيين والأصل القضية أنهم مشواذ أنهم مشذوا عن الفطرات التي خلق الله عز وجل للناس عليها فنبقينش كنت في اللاوات يبقاش في اللام لم يعود من نافلة القول هذا ما بقاش كلام تنقوله ندوز الوقت ورمدان هذا ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله هذا صار ضرورة ملحة